من انطباع الناس في الغناء النساء في مصر أو في الوطن العربي في الغناء كله 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 طبعا في الغناء كله وتطورت يعني قدرتها على التطور أنا رأي أهم بكتير من قدرتها على الأداء القدرة على التطور هلفت ديك زمن ودي مكلشون بمعنى إنها بتتغني العباقرة الأصابجي والشيخ زكريا والصنباطي في أجمل من كده؟ مفيش وبتغني الرامي وبيرم مفيش أجمل من كده برضو كويس؟ فتلاقي مطلع ستنيات بتفكر كمان تضيف لهذه الباقة الجميلة دخلت على الموجة بقى وبليغ هي رهنت على بليغ برضو رهنت على بليغ أيوة كان فيه مراهرة كبيرة على بليغ لكن في كل أحوال الأساس ما كانش بليغ الأساس كانت التطور مع الزمن يعني تغني للموجة في الخمسينيات محلك يا مصري وانت عدفة ده بعض واضح من الغنوة أنها مع تأميم قناة السويس كويس ويقود الشموع قود الشموس أسف كويس وحانة الأقدار في ربع العدوية ده للموجة كويس برضو خمسينيات اللي غيريك ما مددتو يا ده ده الطويل يعني خمسينيات غير الستينات غير الأربعينات أنت بتشوف تطور ملحوظ على مستوى الأغنية وعلى مستوى الأداء والتطور بشوف أنه في عقل يدير موحبة عقل يقص جدا عارف أنه الزمن بيطرح نغمة جديدة وكلمة جديدة فهي تقتنس هذا الزمن بتعيشه بتعمل امتزاج لما هو محمد في سنة ستين يقول حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه أنت عارف أبل معنا حب إيه لما تتكلم عليه ده كلام ما يتفقش مع منهج رامي عزة جمالك فين من غير زليل يهواك اللي هي قالتها مخلصوم هجرتك يمكن أنسى هواك وبقى كده بترجع تتراجع تاني يعني هي هجرته لكن ما بتقدرش فترجع لكن لكن عبار محمد قال لها إيه حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه كده يعني زي ما قولها بالبلدي وش